هذه الأحاديث تشكل صداعاً لآيات الله العظمى يضيعون فيها بسبب جيلهم وعدم فقاهتهم هؤلاء سفهاء سفهاء بتمام معنى الكلمة ما هم فقهاء؟ لو كانوا فقهاء لفقهوا أحاديث العترة هذا هو فقه العترة وهذا هو الفارق ما بين فقه دين العترة وفقه المذهب الطوسي القذر النجس إنه مذهب مراجع النجف وكربلة قلت لكم موضوع الخمس وفي هذه الحلقات بالقصوص سابقاً تحدثت عن الخمس وكثيراً تحدثت عنه لكنني في هذه المرة لأنني في خاتمة الخاتمة أريد أن أجعل من موضوع الخمس نقطة دالة لكم كي تشخصوا الهدى من الضلال كي تعرفوا الفقيهة من السفيه وكي تعرفوا الخمسة الطيبة من الخمس السحت وكي تعرفوا ماذا يريد إمام زمانكم منكم ترجمة نانسي قنقر